ترى إسرائيل أنها حققت إنجازاً استراتيجياً في السيطرة على معبر رفح وممر فلادلفيا لذلك من الصعب عليها التخلي عن ذلك لنسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من مصر وذلك عبر السيطرة الإسرائيلية في المقام الأول على ممر فلادلفيا ومعبر رفح في المقابل تتمسك القاهرة بمواقفها الرافضة لأي استمرار بأي صيغة للقوات الإسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، لأسيما محور فلادلفيا وتؤكد مصر على ضرورة أن يكون مستقبل المعبر خاضعاً وبصورة حصرية لسلطة الجانبين المصري والفلاسطيني لذلك يبحث المفاوضون إنشاء نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على مجريات المحادثات أما في سيناريوهات أخرى فكان الوفد الإسرائيلي المفاوض قد طرح مسألة إنشاء حاجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة طرح واجه معارضة إسرائيلية داخلية إذ أعرب مسؤولون في الجيش عن رفضهم للخطوة معتبرين أنه لا يجوز التنازل عن إنجازات الاستراتيجية كهذه وكانت إسرائيل قد طالبت مصر ببناء جدار على طول حدودها مع القطاع مزودا بوسائل تكنولوجية للمراقبة والرصد كما يوجد مخطط إسرائيلي لإقامة حزام أمني على طول المحور بمسافة 15 كم وعرض 800 متر وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اقتراح مشاركة شركة أمن أمريكية في تأمين المحور وإدارة معبر رفح ووسط مختلف هذه الطرحات تشدد الولايات المتحدة على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن إدارة المحور والمعبر لإعادة تأهيله وفتحه